اشتركوا في القناة تستمر جهود الوزارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بروح الفريق الواحد في جميع المجالات وفقا للتوجهات الملكية السامية والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطبيق ركائز خطة التعافي الاقتصادي من اجل مواصلة التنمية ويأتي القطاع السياحي ضمن هذه الخطة بتقديمه عدة مشاريع مهمة كمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ووجهة الغوص البحرية وشاطئ خليج البحرين والوجهة البحرية لساحل قلالي ومسرح الدانة وفندق ومنتج عمانتيز والمدينة السياحية مشروع تطوير بلاج الجزائر ومشروع السعادة وفندق جميرا خليج البحرين بهدف خلق بيئة جاذبة للسياح بمختلف اهتماماتهم السياحية والمساعدة في تعافي القطاع السياحي خطة التعافي الاقتصادي ارتكزت على خمس اولويات وسبعة وعشرين برنامجا تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء حيث ركزت الخطة على خلق فرص عمل وعدة للمواطنين من خلال توظيف عشرين الف بحريني وتدريب عشرة الاف بحريني سنويا اضافة الى تسهيل اجراءات التجارة لاستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الوعدة بما يهدف الى نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 5% وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي مملكة البحرين مستمرة بعزم منذ فترة الجائحة لحماية المجتمع من الاثار الصحية والاقتصادية ولتزال المملكة تسير بخطاها الثابتة ايمانا بعزم ابنائها لتحقيق اهداف خطة التعافي الاقتصادي